نرحب بضيفنا من استوديوهاتنا بوسط القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلاً دكتور بشير إذن القاهرة بعدما حاولت على مدار عام كامل الآن يخرج رئيسها ليعلن للجميع أفكاراً جديدة حتى وإن كانت ليومين من الهدنة وحتى وإن كانت بأربعة محتجزين ما الهدف من هذا الإعلان أن يعلن عن الأمر من أعلى شخصية في مصر وهو رئيس الجمهورية تحية لك محمد ولكل مشاهديك في كل مكان هذا الإعلان يكتسب أهميته من وجهتين نظر أولى هما أنه يأتي من رأس الدولة المصرية وهذا يعكس اهتماماً مصرياً رسمياً بما يدور في غزة وينطوي على رغبة جادة في وضع نهاية لهذه المأساة الأمر الثاني أو البعد الثاني لهذا الأمر هو إحداث اختراق تبريك ذي آيس أو كسر الجليد لأننا الآن عام من الإبادة عام من التجويع عام من جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال محاولات عديدة لإنجاز صفقة التبادل لكنها كانت تصطدم بتعنت إسرائيلي ومراوغة من قبل نتنياهو لذلك تآكلت الثقة تماماً ما بين الأطراف خاصة بعد عمليات الإغتيال المتتالية لقيادات الصف الأول والثاني من حركة حماس مما يؤدي إلى تصعيب عملية التفاوض مع من تتفاوض الآن ومع أي جهة يمكنك إبرام الصفقة غياب سيناريو اليوم التالي أيضاً في غزة لذلك التوقيت بالغ الدلالة والأهمية لأنه يعكس إرادة مصرية صادقة من أجل إلقاء حجر في المياه الراكدة نحن بحاجة إلى استعادة الثقة تدريجياً بناء جسور الثقة ما بين الجانبين وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاتفاق على هدنة ولو مؤقتة بسألة اليومين مسألة رمزية مسألة الأربع أسرى إسرائيليين أيضاً هي مسألة رمزية المهم أن نجلس نتفاوض نتحدث نوقع ننفذ ثم ننطلق من ذلك إلى آماد أبعد وعداد أكبر من الأسرى حتى يتم إنهاء هذه المأساة كلية والتفرغ العمليات إعادة الإعمار طيب أيضاً يا دكتور بشير المبادرة المصرية الجديدة أعلن عنها بينما كان هناك مجتمعون في الدوحة وهنا السؤال فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار هل نحن أمام مسارين؟ مسار القاهرة ومسار الدوحة؟ باعتقادي أننا بصدد محاولة إسرائيلية لشق عصى التحركات الإقليمية من أجل إدراك الصفقة لا أحسب أن نتنياهو جاد في التوصل إلى صفقة هو في الماضي خلال العام المنقضي لم يكن يرغب في توقيع الصفقة بدليل أنه كلما اقتربنا وبتنا قاب قوسينا أو أدنى من توقيعيها كان يختلق العقبات والعراقيل للحيلولة دون إبرام الصفقة في الأمطار الأخيرة أو في الساعات الأخيرة نتنياهو يريد أن يفرض شروط المنتصرين أن يجلس ويتفاوض ويقدم تنازلات ويتبادل أسرة معناها أنه لم ينتصر لم يحقق النصر المطلق معناها أنه لم يجهز على حماس النصر المطلق في نظر نتنياهو هو الإجهاز كليا على حركة حماس وقدراتها العسكرية على الأقل ثانيا استعادت الأسرة دون الحاجة إلى مبادلة أو إلى تقديم تنازلات الأمر الثالث إنهاء التهديدات التي تشكلها المقاومة لمستوطنات غلاف غزة أو العمق الإسرائيلي لم يتحقق أي من هذه الأهداف السياسية الثلاث حتى الآن لذلك يعجز نتنياهو عن إعلان النصر المطلق في غزة برغم القوة النيرانية الهائلة التي استخدمت وأعمال الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبها واقترفتها قواته في غزة لذلك هو يريد أن يملي شروط المنتصرين بمعنى استعادة الأسرة بلا مقابل ولو عدنا بالذاكرة عدة أيام محمد نتذكر أنه قال بعد اغتيال السنوار سأترك أو أعفو عن قيادات حماس إذا سلموا الأسرة معنى ذلك سلموا الأسرة ثم انطلقوا أما أن نبادل هذا مستبعد نوقف إطلاق النار هذا ممنوع أن ننسحب هذا ضرب من الخيال وبالتالي هو لا يريد أن يبدو أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام المجتمع الدولي كمن يمتثل شروط خصمه أو عدوه هو يريد أن يكون منتصرا ومن ثم يملي شروط المنتصرين ويستعيد أسراه بلا مقابل طيب كذلك تعقيبا فقط يا دكتور بشير على جملتك أن نتنياهو مازال متمسكا بعنوان الانتصار الشامل يفعل الأفاعيل في شمال القطاع ربما يفتح جبهات جديدة مع إيران لا يأبه يعني بذلك كثيرا كذلك في الضفة الغربية كذلك ربما مع الحوطيين في اليمن وهنا السؤال يعني طيب يعني فكرة الانتصار الشامل على كل الجبهات إذا ما تحقق وهو يبحث عنه نتنياهو إذا ما تحقق يا دكتور بشير كيف سيكون حال المنطقة سؤال مهم جدا أشكرك علي أستاذ محمد أولا دعنا نضع الأمور في نصابها ونسمي الأشياء بمسمياتها حينما يقول نتنياهو إنه يحارب على جبهات سبعة من الناحية الاستراتيجية كلامه فيه مغالطة لأنه يقوم بعمليات وليس حرب على جبهات حينما تقوم مقاتلة إسرائيلية بتنفيذ عملية في اليمن ضد الحوثي هي عملية عسكرية خاطفة وليست حربا على جبهة اليمن حينما يقوم بتنفيذ عمليات في سوريا أو في العراق ضد وكلاء إيران هو لا يقوم بحرب أو لا يشن حربا بالمعنى المفهوم على جبهة ولا تعتبر هذه جبهة وإنما هي عملية خاطفة تتم الذي يمكن أن يوصف بأنه جبهة هو ما يقوم به مع إيران وإن كان حتى الآن في نطاق العمليات ولم يصل إلى الحرب الشاملة ربما في لبنان إلى حد ما وفي غزة إلى حد ما أيضا وبالتالي حينما نقول جبهة ومواجهة نتحدث عن حرب شاملة بين جيوش نظامية وهذا غير متوفر في الجبهات السبع التي يتحدث عنها نتنياه وفقط يريد أن يشعر الرأي العام الإسرائيلي والعالم قاطبة بأن إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية جبارة وتستطيع أن تدير معارك على جبهات متنوعة مع جيوش نظامية قوية وتضحر هذه الجيوش هذا يقودني إلى الإجابة مباشرة على سؤالك هو يريد شرق أوسط جديد أعلن ذلك في الثامن من أكتوبر 2023 هو يريد أن يوظف القوة الإسرائيلية طالبة ما هي ملامحه؟ إعادة شرق أوسط الجديد يا دكتور بشير ما هي ملامحه؟ ملامح هذا الشرق الأوسط الجديد أن القوة هي سيدة الموقف وهي التي تحدد شكل العلاقات في مستقبل الإقليم وطالما أن إسرائيل هي الدولة الأقوى فهي التي ستمتلك زمام المبادرة وهي التي ستفرض شروطها وتفرض واقعا جديدا في الإقليم تعتمده الإدارة الأمريكية الجديدة التي يأمل أن تكون ترامب ومن ثم سمات هذا الشرق الأوسط أولا الإعلاء من قيمة القوة كأداء للتغيير ورسم ملامح المنطقة ثانيا إسرائيل هي المهيمن والقائد لهذا الإقليم ثالثا أن الحديث عن السلام معناها سلام مقابل السلام وأنه لا وجود لدولة فلسطينية أو حل الدولتين وأن إسرائيل يجب أن تتوسع حتى تستطيع أن تستثمر قوتها العسكرية من خلال ضم الضفة وغزة وربما أجزاء من جنوب لبنان علاوة على الجولان السوري المحتل ولا بد من إنهاء حرب الاستنزاف التي تشنها إيران ضد إسرائيل من خلال وكلائها وأن تفرض إسرائيل سلاما على العرب يبدأ بسلام اقتصادي ثم ينحول إلى سلام سياسي وستراتيجي بلا مقابل سلام مقابل السلام سلاما أم استسلاما من وجهة نظر إسرائيل هي تسميه سلاما ولكن السلام وفقا لشروط المنتصرين طالما أن إسرائيل هي الطرف الأقوى وهي تعتمد على مساندة أمريكية وأوروبية واضحة تجلد في العمليات العسكرية خلال العام الماضي فهي ستفرض سلاما بشروطها وفقا لرؤيتها لا تنازل عن أي أراضي لا سماح بدولة فلسطينية إقامة حدود آمنة على دول الجوار وضم جميع الأراضي المحتلة والتوسع الاستيطاني ذلك هو تصور نتنياهو الذي يريد أن يحوله إلى واقع يعترف به ترامب حينما يأتي رئيسا سؤال الأخير لك يا دكتور بشير مرتبط بهذا الخبر العاجل على شريط الأخبار الآن البرلماني الإيراني يقول تهران سترد على إسرائيل بعدما استهدف جيش الاحتلال قواعد عسكرية إيرانية وهنا السؤال كثيرون يحضرون لا أعتبر ذلك فقط اسمح لي بالسؤال كثيرون يعتبرون أو يحذرون ليل نهار من اتساع رقعة الصراع ليس فقط في غزة منذ 7 أكتوبر بمناسبة قبل الماضي حين نقول الآن إن الجابهات كما أشرت حاضرتك ما زالت في غزة يما في الشمال وفي الجنوب وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن مع الحوثين في البحر الأحمر وفي العراق ألم تتسع رقعة الصراع؟ عفوا محمد حسبت أنك أنهيت سؤالك بعدما عرضت العاجل الآن نحن بصدى التطور خطير في المنطقة أحسب أن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تقف عنده الصراع العرب الإسرائيلي محمد والمواجهات العسكرية لم تعد حكرا على إسرائيل وأطراف عربية سواء كانوا دول أو فاعلين دون مستوى الدول كحزب الله وحماس وإنما دلف إلى معادلة الصراع العسكري أطراف غير عرب إيران الآن باتت في مواجهة مباشرة مع إسرائيل اعتراف إسرائيلي للمرة الأولى باستهداف العمق الإيراني ومرتين أو ثلاث مرات الآن يتم تبادل الضربات العسكرية في العمق وهذا تطور استراتيجي بالغ الخطورة إسرائيل باتت في مواجهة إقليمية وليست في مواجهة مع الدول العربية تركيا تركيا الآن تتحدث عن إمكانية دخولها إلى معادلة المواجهة العسكرية مع إسرائيل إذا ما دخلت إسرائيل إلى سوريا وتغيرت المعادلة الجيوسياسية وتصاعدت أحلام الأكراد في الانفصال مجددا وبالتالي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وظل مسلسل التصعيد متواصلا قد تتسع المواجهات لتشمل سوريا وتركيا وربما أطراف من خارج المنطقة كروسيا والصين وأشياء من هذا القبيل لكن باعتقادي أن ما أعلنه البرلمان الإيراني ليس موقفا إيرانيا رسميا نهائيا إيران تروح وتأتي وتذهب وتعود ظني أن حينما ضغطت الولايات المتحدة على نتنياهو لحمله على تقليص مستوى الرد ضد إيران بالعدول عن استهداف المنشآت النووية والبناء التحتية الطاقوية كان المقابل إطلاق يده في غزة وفي جنوب لبنان مع وعد بأن لا ترد إيران لكن لو ردت إيران ظني أن واشنطن لن تستطيع كبح جمع نتنياهو وسيرد ردا قاسيا ربما يجر إيران إلى مواجهة هي غير راغبة فيها ولا مستعدة لها أشكرك دكتور بشير عبد الفتاح مستشار مركز الأحرام للدراسات كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر